اليوم نحن نبغى ناخذ هذه الحلقة نفهم من خلالك تاريخ الأندلس فأنا أبغى قبل ما ندخل في تاريخ الأندلس أنه أتكلم على من اللي كان يسكن الأسبانيا تحديداً ويعني منهم شعب الأندلس جميل هو الناس بشكل عام يظنون بحكم أن قراءة تاريخ الأندلس دائماً ترتبط الأندلس ما قبل الفتح من تاريخ القوت أو آخر تاريخ القوت اللي كانوا يحكمون أسبانيا لكن فعلياً الأندلس مرت بحضارات مختلفة يرجعون الشعب الأساسي اللي كان يسكن أسبانيا يسمون الشعب الإيبيري اللي هو يسكن شبه الجزيرة الإيبيرية اللي تشمل أسبانيا والبرتغال يعني الإيبيريين هم سكان الأصليين هم أول سكان لكذا تسمى هي شبه الجزيرة الإيبيرية نعم أول حضارة معروفة قامت في أوسانيا هي الحضارة الفينيقية واتخذت من مدينة إشبيلية عاصمة لها إشبيلية كان اسمها باللغة الفينيقية إيسباليس هذه التسمية هي اللي جاءت منها تسمية إسبانيا لاحقاً من مدينة إشبيلية الإليها العاصمة فالاسم اسباني الحالي هو اسم فنيقي قامت الحضارة هذه الفينيقية وقامت مستوطنة إغريقية كذلك ثم انتوالت الحضارات التي دخلت على أسبانيا بدءا بهجرات شعب السلت القرطاجيين ثم الرومان إلى أن جاءت مرحلة مهمة في تاريخ أوروبا بشكل عام وهي الهجرات الجرمانية الشعوب الجرمانية هذه بشكل سريع هي شعوب كانت تسكن حول بحر البلطيق في شمال أوروبا الدولة السكندنافية ومحولها اكتظت هذه المناطق بأعداد هائلة من السكان فاضطروا أنهم ينزحون إلى وسط أوروبا وبدأوا يزاحمون حدود الامبراطورية الرومانية كان الدنوب هو الفاصل بينهم والدنوب الفاصل صحيح هم كانوا يبحثون عن أراضي زراعية جديدة بحكم أن المناطق هناك ثلجية أكثرها بدأ الصدام بينهم وبين الرومان في فترة ما قبل الميلاد حتى أنهم في الأخير دخلوا مع الرومان وصارت بينهم أحداث كثيرة معروفة في التاريخ لكن من ضمن هذه الشعوب جاء شعب اسم الفرنجة من الشعوب الجرمانية واستوطن فرنسا في شعب اسم القوط الشرقيين استوطنوا شرق أوروبا القوط الغربيين في فرنسا يعني القوط جرمانيين أصلا جرمانيين هم شمال أوروبا فكل شعب حتى المنطقة مثل اللومبارد حتى لو أجزاء من إيطاليا الأنجلز والسكسون في بريطانيا لكن في شعب مهم جدا وهو شعب الويندلوس هو الشعب الويندل الذي يسمى الويندل؟ نعم الويندل هذا الشعب الشعب الجرماني احتل اسبانيا واستقر في اسبانيا في تلك الفترة جاءت أحداث لاحقة لما جاءوا القوط الغربيين اللي نزلوا من فرنسا وزاحموهم شعوب أخرى حتى اضطروا أنهم يدخلوا اسبانيا واحتلوا القوط اسبانيا وطردوا الويندلوس يعني إذا نرى بشكل مختصر نقول الأيبيريين هم أول ناس نعم بعدين جاءوا الفينيقيين نعم بعدين اللي جاءوا بعده هم الرومان والمينة الغريق القرطاجيين هم جزء من الفينيق ثم من الرومان هم بعدين جاءوا القوط أو الويندلوس ثم القوط نعم واللي قبل الفتح الإسلامي هو كان القوط هم اللي كانوا يحكمون هم اللي كانوا يحكمون والشعب أصبح خليط خلاص الشعب خليط ما بين الأيبيريين السلت الفينيقيين غريق رومان وغيرهم القوط طردوا الويندل ولا استحلوا الأرض وخلاص طردوا الحكام لكنهم هاجروا هؤلاء الويندلوس إلى شمال إفريقيا هل صحيح أن القوط هم أول من حكم الجزيرة الأيبيرية والأسبانيا أو الأندلوس كوحدة مستقلة كذا للوحدة أم لا في أحد حكما لا هم الويندلوس قبلهم الويندلوس كانت مقسمة ثلاثة أقسام هم ثلاثة شعوب استوطنوا الأندلوس والحكم بيد الأندلوس شعب الويندلوس شعب الآلان وشعب السويبيين هذول هم اللي يحكمون أسبانيا لكن القيادة العليا بيد الويندلوس هم اللي كانت وحدة أسبانيا قبلهم ثم القوط القوط طبوش كانت العاصمة شبيليا ولا طليطرة لا أتخذوا طليطرة عاصمة والقوط حصلت حادثة مهمة في عصرهم كون الشعوب الجرمانية كانوا أغلبهم على الديانة الأريسية القوط كانوا أريسيين نعم أريسيين وهي أحد الأديانة التوحيدية عند النصارى لكن حصل تحول كبير أن أحد ملوك القوط اعتنق الديانة الكاثوليكية وأجبر الناس عليها وأقام محاكمة التفتيش عليها ليهو الملك ريكاردو نعم يعني القوط أصلا أريسيين بعدين تحولوا إلى الكاثوليكية وهذا الأمر سبب زعزع داخل أسباني بحكم أنهم أجبروا على اعتناق الكاثوليكية كاثوليكية